هذا السؤال الحقيقة سألت عنه كثيراً يعني قريب من هذا السؤال وهي قضية تزويج البنت بدون رضاها يكون يعني شافتة وشافها وكذا وبعدين ما عجبها مثلاً لكن الأبو قال لا أنا عاجبني ما يصير مو أنت اللي بتزوجها هي وقضية أني عطيته كلمة وعيب وفشلة هذه بنتك بتعيش معاه إلى ما شاء الله جل وعلا شنو عطيته كلمة ما يجوز هذا الكلام لا يصح عقد الزواج إلا برضى ثلاثة إذا كانوا بالغين عاقلين الزوج والزوجة والولي ما يصح العقد حتى يرضى هؤلاء الثلاثة فلا البنت يجوز أن تتزوج بدون إذن وليها أو بدون رضاها ولا الولي يجوز أن يزوجها بدون رضاها أو علمها ولا الزوج أيضاً يجوز أن يزوج بدون رضاها أو بدون علمه إذا كان عاقلاً بالغاً وكذلك البنت فعلى الآباء والأولياء بشكل عام كانوا إخوة أعمام أبناء عام حسب الولي جد لا يجوز أن يفرض عليها من يحبه هو أو يرضاه هو أو يراه هو صالحاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف طيب هي ما ارتحت له ما يجوز إجبارها فعلى الأباء يتقوا الله تبارك وتعالى وقضية أني عطيت كلمة لنكن شجعان عطيت كلمة ماشي بعد ذلك والله البنت ما تبيه خلص هذه حياة زوجية لا يجوز للآباء عليهم أن يتقوا الله في مولياتهم الله جل وعلا لما أعطاك الولاية على هذه المرأة لتختار لها من يصلح لها وتصلح له وترضى به ويرضى به ويرضى بها أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني زوجني وأنا ما أنا راضية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك أمر إليك إن شئت يعني فساخت العقد الحين وإن شئت أمضيته قالت بل تمضيه يا رسول الله ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيء هذا حق لها المرأة لا يجوز لوليها أن يزوجها بدون رضاها أو بدون علمها ودعوة أني عطيتها كلمة وعطى كلمة في حقوقك أنت في حاجاتك أنت وسيحاسبه الله على هذه الكلمة حتى لو رضيت البنت زعل الناس ولا غضب الله سبحانه وتعالى يزعلون عليك الناس إن عطيتنا كلمة وراحت منك الكلمة خلي يزعلون الناس لكن لا يغضب عليك الله لا تقع في ظلم لابنتك أقرب الناس إليك ترجمة نانسي قنقر